رئيس الوزراء يؤكد تكليف الرئيس السيسي بدعم ومساندة قطاع الصناعة الإسكان تصدر 22 قراراً لإزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة بدء تأسيس 42 عمارة لمتضرر السيول بمنطقة الزرايب المالية تعلن صرف مرتبات شهر يونيو اعتباراً من الاثنين وزير المالية يلتقي سفير كوريا الجنوبية بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر في إطار مواصلة جولاته التفقدية لعدد من مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات والمدن الجديدة قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة عدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر حيث دعا إلى ضرورة القيام بالتصنيع المحلي للمكونات الداخلية في عمليات الإنتاج في المصانع وذلك في إطار حرص الدولة على توطين الصناعات خلال المرحلة الحالية مدبولي أشار أيضاً إلى أن هناك تكليف من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد اجتماعات مستمرة مع رجال الصناعة والقيام بزيارات ميدانية للمصانع لتقديم الدعم والمساندة لقطاع الصناعة بوجه عام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وما توليه من اهتمام بملف إزالة التعديات أصدر وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات الوقع بعدد من المدن الجديدة الجزار أكد مواصلة وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية مواصلتها إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة تطبيقاً للقانون وحفاظاً على المظهر الجمالي ولمنع ظهور أي عشوائية جهود الدولة لا تتوقف عند حد منع ظهور العشوائيات وإنما تمتد أيضاً إلى تطويرها وفي هذا السياق أعلنت وزارة الإسكان أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر لـ 42 عمارة سكنية كمساكنة بديلة لمتضرر السيول الأخيرة بمنطقة الزرايب بمدينة الخامس عشر من مايو الوزارة كشفت أنه تم البدء في أعمال الطرق والمرافق لهذه المنطقة مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية غير الأمنة تزامناً مع قرب انتهاء العام المالية 2019-2020 أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالدولة بحيث تبدأ اعتباراً من بعد غد الاثنين الوزارة أوضحت أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من الخامس عشر إلى الثامن عشر من يونيو الجاري على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصرف الآلي وفقاً للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية أكد وزير المالية دكتور محمد معيط أن هناك توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات في مصر خاصة الكورية كذلك تذليل أي عقبات أمام المستثمرين بما يسهم في تشجيعهم على التوسع في أنشطتهم ويساعد في جذب استثمارات جديدة جاء ذلك خلال لقاء معيط مع سفير كوريا الجنوبية بمسابة انتهاء فترة عمله بالقاهرة معرباً عن تقديره لجهود السفير يونيو تشول التي أسهمت في إرساء دعائم التعاون بين حكومة بلاده ومصر وكذلك فتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين تابعونا دوماً عبر منصاتنا العالمية المختلفة في أمان الله